أنا أحبت ألبس اليوم تنورة وبلوزة وصوتيان وكيلوت لقيتها حلوة بتواني إني بنت عشر سنين بتخليك بنت عشر سنين؟ إيه إنت أدي عمرك سيد جورجيت؟ أنا شو بدك من عمرني؟ عمرني 14 طالع ب13 صار لك جمعة كل يوم عم تسألي؟ شو بدي ألبس؟ شو بديك تلبسي كرميل حلقة الليلة؟ إيه أنا عندي كثير فساطين ثلاثة غزينات مني قلت له صفوحة الله يرحمها ما عندها قدم لكن ليش كنتي هلقدم رددي مش عارفة حالك شو بيك تلبسي؟ يا قدم بتحيرة كل شي عندي إياه حلو ما بتفكري بتقولي مثلا إذا أنا جورجيت بعمري المسلت القصير المجتمع شو بدي يقول؟ شو بدي من المجتمع؟ بهموني أهلي أهلي راضين وأنا ربسيتي بترتاح أنا مش راضية مش فرحيني قلبي بلا فرحين قلبي أهليك راضين يعني عم بتأكديني عمرك 14 إيه بنت الأربعة عشر اليوم مشغولة بالسوشيال ميديا مشغولة بفيسبوك مشغولة بإنستغرام إيه ها وأنا مش مشغولة فيهم ما بتعرف فيهم؟ أبدا بتحب بتعرف فيهم؟ أنا بفيسبوك ما بدوره ولا بعرفش فيهم ليه؟ ما مش هويت طيب يا ستة جورجيت أنا وإنستغرام هاديك المرة استوقفني شغلي بدي شوفها أنت وأنا في سيدي على إنستغرام اسمها آيريس أبفل ايه شوفيها ليكي ايه هاي دي قتيارة أكتب مني قدي عمرة هي تقريبا أنت بتحطيه لعمر عشر تسعين صح ليكي تسعين آيريس عمرة ستة وتسعين سنة وهي على الإنستغرام عندها تقريبا مليون شخص بيتبعوها على إنستغرام هي بتحب الموضة وهي إيقونة موضة وصار عندها أنا بتحب الموضة لعمتها لأنه أنا مثلها أنا مثلها باللبس وبكل شيء بالقوينات وبكل شيء بكل شيء بحطى قوينات فارقية بحطى قوينات تغارق بحطى قوينات النظر بكل وبيشانشل في عدة نقاط مشتركة لكن بينك وبينها أول نقطة مشتركة أنت بتحب الموضة مثلها وبتحب اللبس مثلها وعندك روح حلوة ما هي عنديها طيب إذا بدي أقلك آيريس شو بتقول آيريس تجوزت عمرة 27 سنة وبتقول بقيت مع جوزة حتى توفى بعد 68 سنة زواج وبتقول سر العلاقة الجيدة والطويلة بالزواج هي الفوكاهة الصبر وعدم الغيرة إيه؟ أنت مجاوزة جورجيت؟ أنا مجاوزة من كم سنة مجاوزة؟ من مجاوزة كان عمرة 28 سنة يعني مش فيقة كتير أداة كان عمريك؟ 28 سنة جوابت مثلك مثل آيريس وبتقول سر العلاقة الطويلة الفوكاهة الصبر وعدم الغيرة أنا مجاوزة لا نعم؟ أنا مجاوزة لا نعم؟ نعم؟